كريبتو دوت نت بيتكوين عالم تنحل احتراف العملات الرقمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا مرحبا بكم من جديد في قناتكم كريبتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وكيفية الربح منها لو دي اول مرة بتشاهد القناة نرجو تفعيل الجرس وانك تضغط سبسكرايب وتنضم للقناة عشان يوصلك كل جديد اول باول ولو كانت محفظتك اقل من 4000 يورو انضم مجانا للمدربات المجانية على قناة التليجرام تقدر تحصل على اللينك الخاص بيها من الديسكريبشن وتنضم وتكون قريب مننا بشكل اسرع من قناة اليوتيوب والتحديثات اللي بتصدر بشكل يومي باكثر من كذا تحديث على القناة اما لو كان عندك خسارة في المحفظة الخاصة بيك وقيمتها اكبر من 6000 يورو او عملات بدون ما يكون عندك يو اس دي تي تقدر انك تحصل على رقم الهاتف الخاص بينا اللي موجود في الديسكريبشن وتتواصل عن طريق الواتس اوب وتستفيد من الانضمام في ادارة المحافظة الفي اي بي عن بعد بدون الوصول لرأس المالك او دون الوصول الى عملاتك او اي اكسز على اي منصة خاصة بيك وتقدر تستفيد بكافة المميزات والعملات الهامة والادارة المباشرة اللي بنتبعها معاك اول باول والنهاردة هنتكلم عن حلقة مهمة شيقة لو سمحت زي ما تعودنا تيجيب كوباية القهوة وورقة وقلم وتركز معايا انتظرونا بعد الفصل ورجعنا لكم من جديد وهنشوف ايه اللي بيحصل في السوق حاليا والنهاردة عايزين نتكلم عن عملية الدينت لكن زي ما تعودنا هنبدأ نشوف السوق ايه اللي بيحصل فيه وايه سبب الارتفاعات اللي بتحصل حاليا اول حاجة لازلنا عندنا 12689 عملة موجودين في السوق حجم التدولات بـ 2 تريليون 382 مليار 894 مليون والتعاملات اليومية بدأت تزيد ودخلنا في 116 مليار 94 مليون 487 ألف دولار بالنسبة للاستحواذ الخاص بالبيتكوين 45.8 يعني فيه انخفاض طفيف جدا مش ملحوظ والإسيريام 18.1 يعني الزيادة تعتبر بسيطة برضو جدا مش ملحوظة الحاجات المهمة اللي احنا لازم نعرفها ان خلال وقت بسيط بدأنا نشوف البيتكوين بيطلع عند 58 ألف بيختبر المقاومة وبيرجع وده معناه ان احنا بنتجي لاختبار الـ 60 ألف دولار مجرد ان احنا نشوف رقم الـ 60 ألف دولار في الماركت الرقم ده مهم جدا وبيقول ان احنا في اتجاهات مهمة بشكل كبير وان احنا بنتجي في ارتفاعات ضخمة كبيرة بالطبع محتاج اعرفكم حاجة واحدة مهمة اني لازم تكون مهتم اني لو انت محتاج حاجة انك تعملها في الفترة دي اهم شيء محتاج تعمله ترتيب المحفظة وهرجع اقول ان ترتيب المحفظة شيء مهم جدا لازم تبقى عارب بترتيبه ازاي التلات شهور اللي احنا فيهم دول لو ما قدرتش ترتب محفظتك لو كنت بخيل جدا في انك تكسب قليل تمام ومش مهتم بحاجات مهمة في السوق ازاي تقدر تحقق اهل ربحه وافضل مكسب تعمله فاتأكد اني ممكن بعد التلات شهور دول انت متعرفش تعمل مكسب كويس عشان هنكون اتنقلنا في اتجاهات تانية خالص طيب عايزين نشوبها عملة الدنت بتاعتنا اللي احنا عايزين نتكلم عليها النهاردة ايه الاتجاهات بتاعتها وايه الاتجاه اللي احنا محتاجين نعرفه عنها عملة الدنت هنبص اول حاجة على الاول تايم هاي والاول تايم لو زي ما تعودنا وهنعرف بعض المعلومات القيمة عن هذه العملة المهمة اللي اتكلمنا فيها من فترة كبيرة ومش اول مرة نتكلم فيها النهاردة طيب نيجي نشوف معانا بالزبط الاول تايم هاي بتاعها كان عامل 11 سنت وعايزين نركز كان عامل كام 11 سنت في الفين وكام يا جماعة 2018 جميل جدا طيب هوا احنا دلوقتي رايحين فين احنا حاليا رايحين في بورن طيب والبورن ده مش هو اللي كان موجود في 2018 ونفس الاتجاه اللي في 2018 ولا انهي بورن هايكون بنفس الشكل هل ممكن الدنت تكسر الاول تايم هاي بتاعها هو ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة الاول تايم لو ده كان في 13 مارس 2020 من سنتين وصلت ليه 02347 اوكي اربعة صفار سبعة خلينا كنا فاكرين نحنا برضو مبارح كنا ما بنتكلم على الكين كان نفس الكلام كده وكنا بنتكلم مع اختلاف العملتين بالطبع بايب هنيجي نشوف بقية البيانات الخاصة بتاعتنا نشوف كده بالنسبة لعملة الدنت الترتيب بتاعها في المية 23 في الماركت كاب بتاعنا ترتيبها مش في اول مية ولكن ترتيب متقدم مش سيء وعملة لها هستري كبيرة وجيدة كان من فترة قريبة قلت على افضل مناطق شراء للعملة دي تمام ولو هنفتكر تاني يعني عايزي من نردع كده شوية وورا وهنجيبها على الشرط بالطبع الاساسي احنا جايبين الشرط من 3 شهور بصوا كده كان عند 0-2 وكانت هي دي النقطة اللي قلناها وقلنا بزبط انا متذكر قلت افضل مكان للتجميع العملة كان عند 0-2-1-9 لو نفتكر و-0-1-5 دي المنطقتين اللي انا قلتلكوا من وقتها نشتري في المكان ده من بعدها نشوف بقى ايه اللي حصل لو انت كنت اشتريت عند سمعت كلامي واشتريت عند 0-2-1-9 النقطة اللي وقفين عليها دي نشوف بقى السعود اللي حصل هنا في العملة بعدها تمام مشينا تمام كده عايزة اوصل بس الاقرب نقطة هنتكلم عليها بالزبط كان في 15 اغسطس اللي فات وصلنا لـ 0-2-8 وكننا بنقرب ان احنا نوصل للسنت طيب يعني ايه معنى كده يعني احنا عندنا ارتفاع حصل 400% 400% في عملة اسمها الدنت يعني لو انت كنت سمعت كلامي وتقدر تراجع الحلقة تمام تقدر تعرف ان انت كنت ممكن تحقق 400% في عملة بسيطة زي كده يعني الالف ممكن تبقى اربع تلاف ولو كنت واسك وتحط عشر تلاف دولار ممكن تلاقيه ماربعين الف دولار هل العملة دي مهمة عشان نستثمر فيها حاليا تاني ولا ايه الاتجاهات اللي احنا ممكن نعملها طيب انا هقول حاجة تاني مهمة وعايزين كوباية القهوة بتاعتك وتبقى موجود وتركز معي العملة بعد دي هنزلت تاني وراحت لمناطق معينة سعرية تمام كانت في سبتمبر لما حصل التريحة اللي حصلت راحت عند السفرين تلاتة ده كان مكان جاي جدا ان احنا نقدر نشتري العملة دي ونخزنها وعملة الدينت عملة كبيرة جدا 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 في التجميع يعني بتجمع يعني التجميع ده بيحصل انطلاقات فيه كبيرة هنوضحها على الشرط معنا قبل ما نتجه على الشرط هنتجه لعملة الدينت في الويب سايت بتاعها تقدر تخش تتعرف على المشروع تقدر تخش تتواصل مع التيمورك تقدر تطيف الانستجرام الخاص بتاحهم تقدر تضيف وسائل التواصل الاجتماعي حاجة مهمة جدا لو انت بقيت في سوق الكريبتو لازم لازم يبقى موجود عندك تويتر وتويتر نتابعه بشكل مستمر لان بيكون عليه تحديثات وشغل كبير جدا لازم يكون قريب منك جدا هتخش زي ما تعودنا تطلع كل المعلومات الخاصة تقرأ كل المعلومات الخاصة عن عملة الدينت وعن المشروع وتقدر تتواصل مع الفريق الموجود ايضا فريق دينت بيرد بشكل جيد جدا تقدر تتواصل معه وتقدر تعرف اي معلومة محتاج انك تقدر تعرفها نرجع لحاجة اخيرة قبل ما نخش على الشرط عشان نحلل ونحدد نقاط الشغل والهدف بتاعنا دايما بتسئل العملة موجودة فين حضرتك مجرد ما دخلت على الماركت كاب اللي هو الكون ماركت كاب بالطبع تمام اول ما بتخش هتلاقي الماركت قدامك الوفر فيو بعد كده ماركت طيب لما بيجي نخش في الماركت لانها موجودة على باينانز حاجة محترمة جدت اي او حاجة محترمة جدا ومجموعة جبيرة جدا من المنصات بيتم التداول عليها وليكن بنصل لغاية حوالي 34 منصة بشغالين عليها طيب انا بشوف ايه افضل المنصات اللي موجودة عندي تمام بالنسبة لي شغال عليها تمام واقدر اختار ايه المنصة اللي تنسبني واقدر اتعامل عليها انا برجح لشدت اي او لانها منصة محترمة جدا فيها عملات كتيرة بتبقى لسه نازلة ولكن لازم تنتقي العملة اللي عايز تشتريها قبل ما تشتري وتعرف لان في مشاريع كتير جدا بتبقى جديدة ونازلة فما تشتريش اي حاجة وخلاصة على اتجاه الامل للارتفاع وتلاقيها راحت منك طيب نيجي هنا للحاجة الخاصة بالشرط واماكن التعامل الخاصة بالعملة وهنشوف اماكن مهمة جدا للشراء بتاعتنا لو عايزين نعملها هل العملة ممكن تنزل تاني؟ هل في الصعود اللي احنا داخلين فيه ده ممكن نروح في مكان افضل من كده؟ بالطبع كل وقت بوليه اتجاهات معينة هنقدر ناخد اول حاجة احنا بالطبع بغدين الديلي بتاعنا عايزين نبص على كذا حاجة اول حاجة منطقة مهمة هناخدها انا عايزة اقف عند منطقة 0052 ويريد تكتب ورايا تمام؟ بقيت نكون تعلمنا الدرس من عملة البي ام بي تمام؟ فنبقى ورقة او قلم وشغالين مع بعض وعندنا خط تاني مهم عند بالزبط هنقف هنا 0036 هناخده بخط تاني هنحط الازرق بتاعنا اللي احنا متعودين عليه يبقى عندنا خطين خط اول خط تاني تمام كده الخطين دول من اهم الخطوط وهنحط خط متوسط للدعم مبين ده ومبين ده عشان نبقى وقفين صح وقفين على منطقة سليمة بالزبط هنصل لغاية هنا بالزبط كده 00 تمام كده هننزل معانا بالزبط هنبقى واخدين الارقام هنا مختلفة 0043 هنقف عند 0043 تلات حاجات انا اخد مثلا ده بخط لون اصفر مثلا عشان يبقى تلات خطوط كده مميزين معانا دي اهم تلات مناطق شراء ممكن نقدر نخش فيها اول منطقة قريبة جدا تقدر تلحقها يعني اول منطقة قريبة مفيش فيها اي مشكلة خالص ولكن انا اللي يهمني ان انت لو قدرت تاخد المتوسط بتاع المناطق دي اوكي تقدر تبيع فين وتقدر تطلع ازاي بافضل ربح في عملة الدنت عملة الدنت احنا بنتكلم انه هيكون افضل مكان تبدأ انك تطلع باول ربح هيكون عند النقطة دي اللي هي تحط عندها اردر البيع وبعد ما تنفذ الشراء هتكون عند 008 ولو نفست البيع هتنفذ البيع بس بنص الكمية انا هحط برضو هنا العلامة عندنا وليكن للون النحاسي يعني دوني يبقى مختلف شوية يبقى انا النهاردة عايز اوصل عند الرقم ده واعمل نص الكمية بيع والنص التاني يا جماعة اللي عايز يكسب في سوق العملات الرقمية اهم شيء يبقى راجل عنده صبر تبقى عندك حكمة عارف انت بتشتري ايه وبتبيع ايه عندك كل الاتجاهات اللي ممكن تخليك ناجح طبام كل الاتجاهات اللي ممكن تخليك ناجح وتقدر تحقق اربعة فاحنا لو خدنا شرط اللي اربع ساعات او اللي احنا شغالين عليه زي ما احنا شايفينه وبطبع فيه سعود حالي للعملات اوكي ولكن الشرط زي ما احنا اخترناه بالزبط احنا حاطين وقفين في منطقة جيدة جدا وهي 0052 دي منطقة شراء جيدة تقدر تشتري فيها وانت مستريح ودعمك القوي دعمك القوي هتكون حطه على 0036 دول اهم مناطق مهمة في عملة الدنت لو حبيت انك تحتفظ بيها وحبيت انك تستفيد من الارتفاعات الخاصة القادمة في العملة عملة الدنت عملة محترمة بتجمع تقدر تحقق فيها ارقام فلكية عملة من العملات المهمة اللي انتو بتحبوها اللي هي عملة اقل من واحد سنت ربما ان انا ما بقتنعش بعملة اقل يعني مش هو اللي لازم تشتري حاجة اقل واحد سنت عشان تكسب كتير الكلام دي مش مزبوط احنا زي ما احنا شايفين الفترة دي الارتفاعات كلها في البيتكوين وبيت العملات بتنزل طبع فيه سر السر ده عشان تعرفه لازم تبقى راجل شغال في السوق وفاهم ايه الاحداث اللي بتحصل وقبل كده وجهنا كتير اني مش اي عملة تاخدها هي دي العملة اللي هتخليك تكسب لو السوق طلع لان كل اللي ممكن يحصل ان البيتكوين بس يطلع ومعاه الاثيريوم والبي ام بي وبعد كده ما فيتش حد يطلع تاني يعني ممكن يحصل ده على فكرة ده شيء وارد واتمنى ان احنا نكون مهتمين جدا بالفكر اللي احنا شغالين عليه عملة الدنت عملة مهمة تقدر تخزنها وتكسب منها عندك اماكن الدخول تقدر تدخل في الثلاث اماكن دول تحاول انك توصل لمتوسط اتعاودنا ما بنشتريش بكل فلوسنا مرة واحدة مهما حصل بنشتري بجزء بندعم بجزء بندعم بجزء ثالث وبعد الثلاث اجزاء دول بنقدر نحط المتوسط بتاعنا اللي من خلاله بنشوف البروفيت الاولاني بتاعنا كام واول منطقة سعرية للبيع كام ودايما بنخلي معانا جزء من العملة عشان لو حصل اي حاجة نقدر ان احنا يبقى عندنا تعويض جيد ومكسب جيد مايبقاش بيعنا كل العملة في مكان منطقة سعرية جيدة وبعد كده حصل لها صعود وخسرناها وراحت مننا بتمنى لكم كل التوفيق واعتقد ان كوباية اللاها بتاعكم خلصت فتحياتي ليكم ودومتم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع قناتكم كريتو دوت نت دوت بيتكوين قناة متخصصة في سوق العملات الرقمية وطريقة الربح منها كل التحية والتقدير والتمنياتي ليكم بالتوفيق